ما كان يقلق موسكو هو إمكانية أن يتبنى حلف شمال الأطلس بقرار إرسال ما يوصف بقوات حفظ السلام إلى أوكرانيا لكن عندما تبعنا المؤتمر الصحفي لحلف شمال الأطلس بعد هذه القمة أكد بأن الحلف لا ينظر في إمكانية إرسال هذه القوات إلى أوكرانيا وبالتالي يبدو بأن الرسائل التحذيرية التي أطلقتها روسيا في وقت سابق قد سمعها حلف شمال الأطلس خاصة تلك التي تحدث عنها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عندما أكد بأن إمكانية إرسال قوات حفظ السلام إلى أوكرانيا يوصف هنا في روسيا بالسيناريو الخطير وبأنه يمكن أن ينتج عنه استدام مباشر بين القوات الروسية والقوات التابعة لحلف شمال الأطلس في حال ما إذا قرر الحلف إرسالها إلى أوكرانيا المتحدث أيضا باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف وصف هذا السيناريو بأنه ستكون له عواقب وخيمة جدا يصعب إصلاحها بالتالي هذه هي المخاوف الأساسية لروسيا من عقد هذه القمة وإن كانت هناك مخاوف أخرى من إمكانية المزيد من الإمدادات العسكرية التي يمكن لحلف شمال الأطلس إرسالها إلى أوكرانيا أو مثلا زيادة التعداد العسكري للحلف بالقرب من الحدود الروسية خاصة في شرق القارة الأوروبية وهي النقطة التي كانت تؤكد عليها روسيا حتى قبل انطلاق هذه العملية في تقارير استخباراتية للأجهزة الاستخباراتية الروسية التي أكدت في وقت سابق بأن الغرب وحلف شمال الأطلسي يجعلون من أوكرانيا أداة فقط لتبرير زيادة التواجد العسكري لحلف شمال الأطلسي وزيادة المعدات العسكرية بالقرب من الحدود الروسية حتى أن موسكو في مقترحها حول هذه الضمنات الأمنية التي ناقشتها مع الولايات المتحدة ومع حلف شمال الأطلسي في وقت سابق تطرقت إلى هذه النقطة إلى زيادة تعداد حلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية ودعت الحلف والولايات المتحدة إلى مناقشة هذه النقطة بذات لكن يبدو بأنه لا توجد أي تفاهمات بين موسكو والقواء الغربية بخصوص هذه النقطة ما كانت تخشاه موسكو أن يتبنى الحلف قرار بإرسال قوات حفظ السلام إلى الأراضي الأوكرانية وهذا لم نشهده خلال هذه القمة يبدو بأن هناك الكثير من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والتي ستفرضها دول الاتحاد الأوروبي على هامش هذه القممة الثلاثة التي تعقد في بروكسل ويبدو أن موسكو هي الأخرى كانت متحذرة أو جاهزة لهذه العقوبات الاقتصادية خاصة ما تعلق منها واستهدفها قطاع الطاقة أو قطاع المصارف والبنوك نعم يوسف على الصعيد الميداني مجريات المعارك آخر التقارير التي تحدثت بها وزارة الدفاع الروسية ميدانيا واستنادا إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية التي أشارت بأن الجيش الروسي سيطر بشكل كامل على مدينة إزوم بالقرب من مقاطعة خاركوف اليوم وكذلك تحدثت بأن الجيش الروسي استطاع تدمير 60 هدفا من المنشآت العسكرية تابعة للقوات الأوكرانية وكذلك تدمير منظومات دفاع جوي من نوع 300 للجيش الأوكراني وإسقاط عدد من الطائرات المسيرة اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اجتماعا في إطار مجلس الآمن القومي الروسي تطرق فيه إلى مسار هذه العملية العسكرية وزير الدفاع الروسي سيرغي شيغو وضع بوتين في تطورات هذه العملية العسكرية وأكد بأنها تجري وفق المخطط ووفق الجدول الزمني المحدد لها دون الكشف عن تفاصيل جديدة بخصوص هذه العملية العسكرية التي تصفها السلطات هنا في روسيا بأنها تجري وفق المخطط وهي حتى الساعة لأنها تحقق تلك الأهداف التي رسمت من خلال هذه العملية العسكرية والتي من بينها نزع السلاح من الجيش الأوكراني عن طريق توجيه ما يصف بالضربات عالية الدقة التي تستهدف المنشآت العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية